منذ بدء الأزمة القطرية والنظام القطري يتهرب من مواجهة الأزمة مواجهة جريئة وحقيقية للمضي نحو حلها ولكنه اتجه إلى عكس ذلك تماماً واختلق ما يدعي أنه حصار وغيره من الإدعاءات في محاولة لصرف الأنظار عن القضية الأساسية وهي حقيقة دعمه للإرحاب غموض ساد أرجاء قطر منذ بدء الأزمة غموض شتت رأيها وهز كيانها وكأي دولة اهتزت الأرض من تحت نظامها وربما كانت تستعد لأزمة مختلفة أو أزمة بتوقيت آخر بينما تظهر هي عكس ما تبطن وتحاول أن تصور لشعبها بأن الأزمة لا تشكل خطراً على الدولة وأن حياتهم ستبقى وردية وذلك ما يؤكد حقيقة أن قطر لم تحاول حل أزمتها أو الخروج بموقف يحفظ ماء وجهها على الأقل فقطر اليوم تهرب بعيداً عن واقعها وعن أزمتها ولا تعير مستقبلها المهدد انتباهاً ولا تجيب على ما قدم ضدها من أدلة دامغة تبين تورطها في الإرهاب وتخرج عن ذلك الواقع إلى وهم الحصار والتحاصر والدعاء المظلومية وشراء الذمم الرخيصة فقط لتوهم نفسها وشعبها وجزيرتها بأنها البطل الذي استطاع أن يطعن وطنه وأخوته وأمته ولا يوجد لإقافه سبيل فكيف السبيل إذن مع نظام لا يرى دعمه للجماعات الإرهابية خطأً يجب أن يكف عنه ولا يرى أن تحريضه على الحكومات حق ليس بمشروع له ولا يرى أن تدخله في شؤون الدول الداخلية انتهاك لسيادة هذه الدول ويغض الطرف عن كل هذه الحقائق وهي لب الأزمة ويخرج إلى أوهام لا تمت للواقع بصلة دون أن يقدم دليلاً واحداً ينجو به من تلك الاتهامات فقطر الآن في كبد التيه تقضي نوافل الإخوان المسلمين وغيرهم من الإرهابيين وتكتب في تاريخها بدماء المشردين قواعد الترهيب والتفجير والتكفير والتضليل الإعلامي والسياسي والذي ترعرع على أوهام الإخوان المسلمين لا يصح منها أبداً ولا يستطيع على أوامرهم رفضة وربما هذا ما يشرح قانون الإقامة الجديد الذي جاء ليفسح المجال لمن يقدمون خدمات جليلة للنظام القطري بأن يبقوا في قطر كيف لا ولا زال في الغيب منتجع للشقع ترجمة نانسي قنقر